السلام عليكم مش ملاحظين ان الستور بتاعنا هنا ناقص حاجة زي ما احنا عارفين ان اي ستور لازم يكون فيه فنكشناليتي مهمة جدا وهي الكارت فنكشناليتي او سلة التسوق ان انت يبقى فيه هنا ممكن تكليك عليه عشان ياد بتاعك للكارت فده اللي احنا هنعمله دلوقتي هنيجي هنا في بتاعنا ونيجي هنا او اول نعمل البطن ده هيكرة فيه وحنيجي تحت البطن ده نعمل الكلاس اللي هنقول فيه هنقول في كلاس كارت وده موجود في السي اس اس اللي هتلاقها في الربوزيتوري بتاعة البروجيكت على جتها هتلاقها برضو في اللينك بتاع الديسكريبشن وحنيجي هنا نحط ونحط جواه كارت وهنا نحط كارت ايتمز اوكي ونعمل سيف كارت ايتمز دي هتيجي منين هتيجي من الدياتا فاحنا هنعمل لو بصينا دلوقتي هنلاقي ان كارت مفيش حاجة طبعا كارت ايتم مش موجودة في الدياتا دلوقتي فعشان كده مش بالديسبلاي حاجة وادتو كارت اه ظهر عندنا زي ما انتم شايفين دلوقتي فحنيجي دلوقتي في ال اه ونيجي ناد هنا ناد تانية اللي هي كارت ايتمز ونقول ان الكارت فيها زيرو ايتم دلوقتي مسلا فحنيجي نلاقي كارت زيرو نخليها شكلها احسن شوية فنيجي نحطها مسلا بين آآ كده فحيقول لك كارت زيرو احنا عايزين لما نكريك على البوتن ده يزود الكارت فعشان نعمل الحكاية دي هنيجي هنا في البوتن ونستخدم آآ جديد من اسمه ده ده بيدسن على يعني بتحط بتستخدمه مع فاحنا عندنا هنا عايزين نستخدمه مع ففي حالة انا عايز اعمل ان الكارت ايتمز سوري ايتمز عايز ازودها بواحد هعمل كارت ايتمز بلس بلس لو جربنا دلوقتي هنلاقي ان فعلا الكارت عمالة تزيد واحنا بنكريك عليه وعايز جدا بس احنا زي ما احنا شايفين الحالة دي الكارت ايتمز يعني الفونكشن اللي هنا سهلة جدا حاجة بسيطة جدا بس ايه اللي يحصل بقى لو احنا عايزين ننقل الكلام ده من هنا نخليه في مكان تاني وعايزين نكتب فونكشن اكبر شوية مثلا عايز تبعت حاجة فعلا الباكن ده او كده حانيجي ناخد الفونكشن دي من هنا ونكتب اسم الفونكشن اللي هي add to cart بتكتب اسم الفونكشن هنا وبتيجي هنا في main.js وتيجي تحت الداتا يعني انت عندك data object تيجي تحت الداتا وتاد البروبرتي جديدة اسمها methods. methods دي بتانكلود الفونكشنز بتاعتك فانت دلوقتي هتقول add to cart وحتعملها كده اه وتكتب فيها this dot cart items plus plus this دي بتريفير للobject بتاع ال data تمام? فيها تيجي هنا تيجي cart items وتزود عليها اه واحد اوكي دعم النسير وجينا هنا هنلاقيها بدقة بزيره. وكل ما بتكليك بتزيد زي ما كانت في الاول. بس دلوقتي احنا عملنا refactoring والكود بقى شكله انضف. تمام. تعالوا نجرب تاني event handler احيي event handler تاني وهو ان احنا عايزين نعمل colors عايز لما تكليك عايز تدس بلي two colors بتقول اي ايفون احنا كتبناهم اللي هما ال colors اللي بيطلعوا هنا دي عايز لما تهوفر على اي color منهم او تقف بالماوس على اي color منهم يحصل زي ما بيحصل على سوق.com وعلى امازون والcolor الصورة بتاعت ال color ده هي اللي تزهر بالنسبة لك. فبكل بساطة هنيجي هنا في كل array في كل array of colors هنا واناد اميج وتحط اللينك بتاع اميجز سلاش اغري هتختار الاميج بتاعت الايفون اغري وهنا هتختار الايكون بتاعت الاميج بتاعت الايفون اغول اكي. فانت كده حطيت الاميجز في ال colors array وعايز بقى تسلكت او تدس بلاي الاميج في الحالة دي. فحتيجي هنا بكل بساطة وتعمل اه اميج وتقول ماوس اوبر. اوكي. ماوس اوبر دا اللي هو الهوبر. ان انت تقف بالماوس فوق الحاجة. اوكي. وهتيجي تستخدم فونشن اسمها اه اآ ابديت اميج. وتباست الابديت اميجي دي. ال color dot image. color. image دي انت هتجيبها من ال color اللي هو ال image اللي هي هنا لفي ال color. فانت بتلوب على colors هنا. وعندك access على color اللي هو ال object كله. هتكستراكت منه ال image. وتبعتها ل update image. اوكي? يبقى احنا كده محتاجين نكتب update image. فحتيجي هنا في المسلز بتاعتك وتكتب update image. وال update image دي بت expect image. وبتيجي هنا تقول this dot image. this dot image. بتريفر لل image اللي هنا. فانت حتغير ال image هتخليها equals image. بس كنت عمل save. حتيجي هنا. تلاقي ان انت ما بتهوفر على ال gray blue gray. وتهوفر على gold. هي display gold. بالمنظر ده. طبعا في حاجة كده يعني عايز يتزبط بس. دلوقتي احنا عندنا كارت شغالة. وال hovering برضو شغال. لما بتوقف بالموس على اي product. الصورة بتتغير حسب ال product اللي انت واقف عليه. وطبعا لو بعدت بالموس اخر صورة كنت عملها selection هي اللي بتفضل موجودة. زي ما بنشوف على اي ويب سايت بتاع products. اه في حاجة اخيرة بس عايز اقولها لكم. وهي ان فيه شورت هاند في view برضو لل v on. بما ان v on بتستخدم كتير برضو. احنا ممكن نشيل v on خالص. ونقول وال column برضو. ونقول add. add دي هي هي v on column. فانت ممكن تستخدم add بدل v on column. فممكن برضو تشيل دي وتستخدم add. وتعمل save. وتيجي هنا تبص. هتلاقي كل حاجة شغالة زي ما هي. الكارت برضو شغالة زي ما هي. فاحنا دلوقتي اتعلمنا ازاي ممكن نعمل او ازاي تهندل او او اللي هي وفيه كتير في view ممكن ان انت تقدر تهندلها وحنتكلم عنها في الفيديوهات الجاية او ممكن تبص عليها في بتاعت view js. وده كان الفيديو بتاع النهاردة وان شاء الله اشوفكم الفيديو جاي. السلام عليكم.